مرحبا بكم معكم غلام الأسمر يوسف محمد منصور تحية لمجتمع ويكيبيدي العربية والشركاء والضيوف الحاضرين لويكي عربية مراكش 2019 تحية الويكيبيدي المغرب لتنظيمها هذا الحدث الهام وأخص بالشكر المحبوب أناس الذي بدل معي جهدا كبيرا لتأمين حضوري لكن الظروف حالة دون ذلك كويكيبيدي من ليبيا يهمني جدا أن أستذكر معكم في هذه المساحة الراحل محمد زروق الموندو لن أتحدث عن الجانب الإنساني هنا لكني سأتحدث عن عظيم مساهماته وخسارتنا الفاذحة فهو ليس مستخدما عابرا بل له بصمة واضحة خاصة في السنوات ما بين 2008 و2011 تميز الراحل بعطائه في مجرات عدة داخل الويكيبيدي العربية فهو قام بوضع أساسات لمشروع ويكي ليبيا عبر سلسلة من مقالات عن المواقع الأثرية والتاريخية وكل ما يتعلق بالعمارة سواء كان داخل ليبيا أو خارجها كما له اهتمام خاص بالمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وبالكتابة عن شخصيات مختلفة داخل ليبيا سواء كان قديما أو حديثا كذلك خارج ليبيا كان بحق وفيا لأهداف كيبيديا دون أي محاولة لاستغلالها لنشر أيدولوجيا معينة فالراحل حتى في حياته الخاصة كان يلتزم الموضوعية والتجرد ولم يعرف عنه إساءة استخدام صلاحياته الإدارية سواء قبل 2011 أو بعد 2011 خسارته فادحة لنا في ليبيا أكثر من غيرنا فقد فقدناه في الوقت الذي كنا نسعى لتأسيس مجموعة مستخدمي ليبيا فكان رحيله ضربة مؤلمة أوقفت كل شيء لكننا سنواصل وسيكون محمد زروق الموند حاضرا بمساهماته وإيمانه العميق بفكرة وكيبيديا وسيكون دائما مصدر فخر لنا وعلى سيلة السعي لتأسيس مجموعة مستخدمي ليبيا أود أن أشكر وكيبيديا تونس خاصة يامن، آمنة والحبيب الذين كانوا داعمين لهذه الخطوة في ويكي انتبأ تونس 2018 وقد ربطتهم باتصال صوتي مع محمد زروق الموندو لكن رحيله جعلنا نؤجل ونؤجل كنت أنوي الحديث عند علادة نقاط في حالة حضوري لويك عربية مراكش سأختصر هذه النقاط بالحديث عن أني مهتم بتناول ثلاث محاور عامة ومحور قد يكون خاصا المحاور العامة كنت أود أن تحدث عن سبل ضمان أكثر للحيادية ليس فقط في مقالات الموسوعة بل أيضا عبر الحسابات الاجتماعية المعبرة عن مجتمع ويكيبيديا عربية ومقالاتها كنت أيضا أود التطرق إلى أن النقاشات أي نقاش يتعلق بويكيبيديا العربية من المهم أن يكون داخل صفحات الميدان ونقاشات المقالات والسياسات وليس عبر وسائل التواصل فالأشفة مهمة كنت أود أيضا أن أتطرق حديثي مع الزملاء إلى أن الدعوة إلى تطوير السياسات أو اتخاذ القرارات الهامة عبر النقاش ثم النقاش وليس عبر استعمال التصويت فالتصويت حل استثنائي يستخدم في أضيق المجالات فيفترض أن المجتمع وصل من الوعي إلى أن الركائز والسياسات المهمة غير قابلة للتصويت وكذلك الحشد للتصويت وإنما عبر النقاش والتوضيح شكر خاص للعزيز فرح لحرصه على حضوري معكم عبر هذا التسجيل شكرا فرح لا يمكنني أن أفوت فرصة مثل هذه دون أن أشكر العزيز حلمي الذي كان على الدوام حريصا على استئناف نشاطي ولهذا أود أن أتناول المحور الذي قد يكون خاصا كان بودي أن نتناول موضوع كيفية الاستفادة من المتواجدين في أماكن غير مستقرة أشكر حلمي مرة أخرى فهو كان حريصا على الدوام للتواصل والدفع والدعم للاستئناف نشاط ختاما أحييكم من ضواحي العاصمة الليبية طرابلس التي وصلتها البارحة من كبرى مدن الشرق طنغازي نراكم قريبا